موسيقى أهلا بكم تواصلا في استعراض الجهود المبدولة في تطوير القضاء وقطاع المحاكم لا نزال نستعرض معكم المشروع التحديثي الكبير في مسيرة تطور المنظومة القضائية والعدلية في البحرين من خلال تدشين خدمة رفع الدعاوة بجميع أنواعها ودرجاتها إلكترونيا بشكل كامل تنفيذا للتوجيهات السامية بالتطور المستمر والتطوير لهذا القطاع وللحديث عن هذا الموضوع سرنا أن يكون معنا في ستوديو البرنامج القاضي راشد الصحاف وكيل المحكمة المدنية الكبرى للحديث عن تطوير المنظومة القضائية وتحولها إلكترونيا موسيقى أهلا بكم من جديد وباسمكم أرحب بضيفي الكريم سعادة القاضي راشد الصحاف يهلا وسهلا فيك وسعلا بوجودك معنا في سوريو برنامج حديث اليوم الله يسهل تشرف فيك الله يسهل يهلا وسهل سلام كلا التقاضي الألكتروني أو التحول إلى العمل الألكتروني في المنظومة القضائية يأتي ضمن سياق التطور الألكتروني التي تشهد البحرين وتسعالها وتحول الرقمي وما إلى ذلك لكن دعنا نبين اليوم أهمية هذا التحول الألكتروني خاصة في الوقت اللي نتكلم فيه عن مواجهة جائحة الكورونا في البحرين ضمن الجهود الكبيرة تقوم فيها البحرين عدد المتقاضين من محامين أصحاب قضايا يوميا اللي يحضرون إلى القضاء أعضاء السلك القضاء الموظفين من وزارة العدل المجلس على القضاء ووزارة الداخلية النيابة العامة العناصر المساندة هناك موظفين ومدنيين يصلون إلى الآلاف كل ذيلين كانوا يتعاملون يوميا مع بعض في أماكن محدودة التحول الألكتروني ضمن سياق اجراءات يعني الوقاية من كورونا كيف حدثت؟ يعني كيف ستتم إن شاء الله بهذه العداد الكبيرة والتي تبرز أهميتها؟ نفس ما تفضلت أستاذ علي المحاكم عندنا مقسمة إلى أقسام عديدة وهذه الأقسام بالأمكان نحن نقول المحكمة الموجودة في المنطقة البلماسية والمحكمة الموجودة وهي محاكم الأسرة الموجودة في منطقة الرفاع وعندنا مبنى النيابة العامة كل هذه المباني تحتاج إلى استقبال عدد كبير من المتقاضين من الموظفين من القضاء من أعضاء النيابة العامة الأعداد الكبيرة مثل ما تفضلت بالألاف هذه بالألاف لا شك أنه بالألاف على أساس أن نقدر أن نتماشى معه يعني هذا المرض الذي يعصف بالعالم ككل لازم كان يتم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات بالتماشى معه مثل ما نقول الظروف الموجودة فالمجلس لعلى القضاء بالتعاون مع النيابة العامة و وزارة العدل والشؤون الإسلامية تم ترتيب مجموعة من الإجراءات لتقليل عدد الحضور سواء من الموظفين سواء من القضاء سواء من المتقاضين وحتى العاملين الآخرين المساندين فصار عندنا النظام الإلكتروني النظام الإلكتروني كانت فكرة موجودة مسبقا لكن تسرعت وتيرة العمل فيه بعد ما اعترضنا هذا المرض يعني مثل ما تفضلت فكان يفترض تقليل عدد الموظفيين وهذه العداد ككل فمشت إجراءات اصدرت قرارات من معالي رئيس محكمة تمييز سعادة المستشار عبدالله بن حسن البعينين بتقليل عدد الدعاوة والقضايا التي تنظر في اليوم فأصبح الأعداد أقل الخطوة الثانية تم تقليل عدد الأيام التي يعمل فيها القاضي في المحكمة كذلك الأعداد قلت فيها أصبحت المذكرات والطلبات بعضها تقدم إلكترونيا كذلك الأعداد قلت كل هذا تماشيا مع الخطة المرسوبة من قبل مملكة البحرين تمثلة في حكومتها فبناء على هذه كلها الأعداد بدأت شوي شوي تقل تفاديا من الاختلاطات سواء كانوا موظفيين من محامين من مراجعين أو حتى عاملين فيفترض أن يتم التقليل إلى أقل حد ممكن نعم هذه مشروع التحول الألكتروني أو التقاضي الألكتروني كان موجود مثل ما تفضلت الله يسلمك قبل ما تأتي لإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا وهو مشروع كبير مشروع حقيقة مهم لا عودة بعد كورونا حتى أعتقد لن يكون هناك عودة إلى العمل التقليدي سوف يتم التواصل الألكتروني قدر المستطاع كما سمعنا لكن ما بديت أنتوا مع جائحة كورونا أنتوا العمل أعتقد كان بدأ من سنتين وأكثر في التطور والتحول إلى التقاضي الألكتروني نعم مثل ما تفضلت النظام الألكتروني هو بدايته ما يقارب السنتين لكن الوتيرة تسرعت بعد ما ظهر عندنا هذا المرض الكورونا في البداية كان مبتدي مع محكمة التنفيذ محكمة التنفيذ أصبحت فيها الطلبات تقدم إلكترونية المبالغ تسدد عن طريق النظام الإلكتروني فكان هناك مثل ما نقول تطور ماشي على خطة موجودة ومطروحة من قبل المجلس لعلى القضاء الخطة كانت على أساس أن تقليل عدد الحاضرين في طلبات بالإمكاننا الاستغناء عن الأطراف الحضور فيها وعندنا مثل ما تفضلت في طلبات تقدم إلكترونية مثل سلاد المبالغ عن طريق موقع الحكومة الإلكترونية فالواحد في محكمة التنفيذ بالضبط في محكمة التنفيذ محكمة التنفيذ كانت سباقة يعني من السابق كان في بعض أجراءاتها تتم إلكترونيا صحيح؟ نعم فكانت بالإمكان الاستغناء عن الحضور المحاكم فهذه كان أحد الأمور التي كانت فيها سباقة محكمة التنفيذ كذلك كان في مشروع مشروع المطالبات الصغيرة عندنا مشروع المطالبات الصغيرة اللي هي دعاوة الفواتير الدعاوة البسيطة هذه الدعاوة مثل ما نقول إنها دعاوة بسيطة ما تحتاج فيها حتى الحضور بالأمكان الترافع وتقديم المذكرات الإلكترونية فصار مشينا فيها ما يقارب من شهر 6 تقريبا 2019 صارت الدعاوة تقدم عن طريق النظام الإلكتروني المحامي يقدمها من مكتبة ما يحتاج حتى أنه يحضر في حال لو أن المدعى عليه اللي كانت مرفوعة عليه الدعاوة عنده مذكرة يبي يقدمها بالأمكان هو يقدمها إلكترونيا وبالأمكان هو يحضر لكن كذلك نقول أن هذه كان من أحد الأمور اللي قللت عدد الحضور فالخطة مرسومة موجودة و التماشي فيها ماشي على قدمه ساق لكن كما تفضلت أن كورونا كوفيد 19 أقب ما حل على العالم ككل سرع الوتيرة هذه فأصبحت المحاكم حاليا صدرت عندنا قرارات من الجهات المختصة بالتحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني فهذه خطوة سباقة النظام الورقي كان نظام موجود في جميع الدول و البحرين على ما أعتقد أننا من الدول السباقة دائما في كل شيء من ضمن التعليم حتى في النظام الإلكتروني تحول الحكومة الإلكترونية و التطوير الرقمي البحرين سباقة فيه ولل الحمد بالضبط والحمد لله نحن ماشي معها يعني في خطة سمو ولي العهد التي هي 2030 البحرين كان يفترض أنها تذهب إلى التطور الإلكتروني أكثر المحاكم قاعدة تحاول أنها توصل إلى هذه الخطة وتتعداها أن تمشي معها خطوة بخطوة فيها سيد راشد هل تجربتكم في محكمة التنفيذ في البداية سهلت الموضوع يعني أنتم كنتوا بادئين جزئيا في محكمة التنفيذ فعرفين المسألة كيف تتم وتشتغلون من سنتين على التحضير لكن لما بدايتوا التحول هل كان الوضع بهذه السؤولة يعني هل كنتوا جاهزين ولا لا كان التحدي نحن كنا مثلا الخطة يقوم بثلاثة أو ستة شهور لكن بنطلع اليوم أو بنتحول اليوم أكيد أكيد ما في يعني مثل ما نقول النقلة هذه هي نقلة مبنوعية نقلة فكرية نقلة ممارسة ممارسة يعني الأشخاص حتى نفسهم المتقاضين مستغربين أنه ما سننتقاض على بعد ما سنقضم طلباتنا ما سننستطيع أن نرى القاضي كشخص يعني هنا المشكلة التي صارت أن الناس في البداية لم تقابلها لكن لما كان يعمل من بيته يدفع الفلوس من بيته يقدم طلباته من بيته أو في عمله صار الواحد يقول أنا لماذا أروح لماذا تأخذني الزحمة لماذا تأخذني هناك يعني المواقف أنتظر دوري أقدم رقم و أنتظر هيبة الدخول للمحكمة لغير العاملين في هذا المجال محاميين و قضائي فلسلك القضائي نحن كمواطنين المحكمة لها هيبان نعم فعشان تذي يعني صار الواحد يعني يقدر يحصل خدماته مثل الجهات الثانية وهو قاعد في بيته فسهل على الناس وائد أمور وخفف اللعب عليهم كذلك نعم نعم زين يعني نحن إلى الآن يعني مبقارنين تصور كيف ستتم عملية التقاضي ممكن تشرحها لنا سعد راشد هي عملية التقاضي مثل ما يعني أنت عارف أنه النظام الإلكتروني هو نظام متشعب يعني هي الشبكة المعلوماتية الإنترنت قدر يعني قدرت الحكومة بأن هي في موقع الحكومة الإلكترونية بأن الواحد يقدر يقيد حتى دعوته حاليا يبقيد القضية عنده مثل ما نسميها يقيدها عن طريج الحكومة الإلكترونية يدخل القضية يكتب مذكرته يكتب لائحة الدعوة يحط الرسم على قدر المبلغ اللي يطلبه في القضية يدخل على النظام يحط المبلغ يطلع على الرسم بالضبط كم يلازم يدفعه مو هو يقدره على نفسه صارت العملية سهلة فيه خطوات موجودة خطوات على موقع الحكومة الإلكترونية كذلك موقع المجلس لعلى القضاء خلوا فيها الخطوات ما هو تعرف الواحد من الألف إلى الياء ما هو تنشي في هذه الخطوات بس تحتاج الواحد بس أنه يفتح يصفح الموقع الإلكتروني سيحصل البيانات ككل ما راح يتوه فيها بالإضافة أن محكمة التنفيذ عندهم خط ثابت موجود يتصلون فيه مثل ما قال أنهم كانوا سباقين في محكمة التنفيذ يتصلون وحصلون على كل المعلومات ما نقدر نقدم دعاويننا ما نقدم طلباتنا و ما الطريقة فصارت محكمة التنفيذ مثل ما قال انتهينا من موضوعها المحاكمة الثانية عندما يرفع دعوته أول ما يسدد الرسم تلقائياً صار النظام الإلكتروني بأن يطرش التبليغ بموعد الجلسة و القضية و مرفقات القضية و شنو مرفوعة عليك القضية كمحامي أو متقاضي حتى لو كان صاحب دعوة بنفسه يعني القضايا البسيطة بالله حتى في القضايا البسيطة يرفع دعوته و يحصل على كل بياناته ككل و حتى المدعى عليه المرفوع عليه الدعوة سواء كان شخص أو أكثر يوصل إلى مسج المسج فيه رابط ألكتروني الرابط لما يفتحه تطلع إلى لائحة الدعوة و يطلع إلى الموعد و تطلع لك كل البيانات من الذي يرفع عليه الدعوة حتى برقب الشخصي بكل شيء كأنه حاضر في المحكمة يستلم الملف الورقي نعم هي صارت نقلة من ملف ورقي إلى الكتروني و مرض الكورونا لما يعني مثل ما نقول عصف بالدنيا و وصل لنا البحرين سرع هذه الوتيرة و صار مو بس ملف الكتروني لا صار تقاضي الكتروني و بإذن الله يعني في مراحل كثيرة نحتاج لها يعني الواحد ما يخفى عليه لا يمكن أن الانتقال إلى قمة الهرام من أول يوم نعم يعني عملية التقاضي سلام كلا أو عناصرها كثيرة يعني المتقاضين سواء من محامين أو اللي لا دعوة أو اللي مرفوع عليه دعوة القضاء من النيابة العامة أيضا من يعني القضايا الجنائية و ما إلى ذلك كل هذه العناصر اليوم العلاقة بينها صارت ألكترونية و الأحيانا يحتاج المقابلة الشخصية أو يحتاج الحضور إلى المحكمة هو أمانة يعني مثل ما تفضلت بنفرق بين الدعاوة المدنية والجنائية و الدعاوة القديمة و الدعاوة الحديثة الدعاوة القديمة هي دعاوة ورقية يعني لا زالت موجودة لكن سيتم التعامل معها بطريقة الكترونية إن شاء الله ستكون عن طريق تبادل المذكرات إذا أنت محبتي المحكمة قدم مذكرتك الكترونيا في موعد الجلسة و القاضي سيتشوفها قبل الجلسة و سيعتبر حضور تقديمك المذكرة و كأنك حضرت لماذا تحضر؟ هل عندك شيء زيادة تقول غير لما موجود في المذكرة؟ لا اكتب كمحامي حتى كشخص عادي أو كشخص عادي يدش على موقع الحكومة الإلكترونية و عنده الرمز المستخدم فيها و الإيكيمال و يقدر يحصل على يعني هذه أفضل أسلوب له في تقديم المذكرة بالنسبة عن تطبيقها في المحاكم الجنائية تم تطبيقها فعليا إينا بالذات في الأسبوع اللي فات في قضايا اللي فيها تجديد الحبس للمحبوسين الموقوفين انشئ انشئت محكمة في مبنى وزارة العدل يستخدمها القاضي اللي عنده تجديد المحبوسين والموقوفين عن طريق وضع نظام إلكتروني تصوير أخوة القاضي بنفسه في محكمة في قاعة قاعد يشوف المتهم الموقوف على سبيل المثال في مقر التوقيف ويكلمه ويسمع منه يوجه له الاتهام ويسمع صوت وصورة يتأكد من وجود الضمانات المتهم نفسه هل الضمانات موجودة أو لا يعني جلسة المحاكمة ستتم عن بعد يعني بجلسة مرئية بالتصوير يعني بنغير حضور شخصي هو حاليا مثل ما تفضلت أو حاليا جزء جزء من هذا الشيء لكن المؤمل أنا أقصد لا هو المؤمل الأكيد يعني هو المؤمل بأن نحن ما نحتاج كثير عندنا نحتاج بس تقدم اللي تب تقوله أي مذكرة تبتقدمه أي دليل أي بيّن أي شيء جديد عندك تبتقدمه قدمه فما يحتاج أنك تحضر لكن يحتاج لها بعض الإجراءات لأن التحول إلى التحول الإلكتروني ككل يحتاج إلى فترة إن شاء الله لكن نحن في خطة مدروسة ومحظوطة على قدم وساق ولو قلنا مثلا حسب النظام الإلكتروني الموجود حاليا وأنواع القضايا التي تدار الإلكترونيا بأن في دعاوة ما رح تحتاج تحضر فيها لأول جلسة فقط لغير لكن إذا نرجع لمسألة استماعي للشهود جلسات التحقيق هذه حاليا لا بد أنه يتكون تواجد فعلي جسدي إلى الآن إلى الآن لكن المؤمل المؤمل أن إن شاء الله يكون فيه طريقة أخرى يعني نظام الذي هو تغنية المعلومات يدرسون أمانته أن يرون الطريقة المثلة بما لا يهضم حق المتقاضين ولا يمنع عنهم الحصول على ضماناتهم ويحقق مبدأ العدالة بالضبط وهدف الأسماع للقضاء يعني اليوم ما في محامين يروحون يرفعون دعاوة ويوقف ويتكلم ويقول ويستدعي الشاهد إلى الآن هذه العملية موجودة ولكن بالتقنيم بالضبط هو حاليا رفع الدعوة صار أن الواحد يرفع الدعوة ألكترونية سواء محامي أو كان متقاضي عادي شخص عادي بدون محامي أما الحضور الفعلي لا زال موجود هي يحتاج إلى يعني نظره شوي أبعد تكون للشخص أنه يفكر لماذا أذهب؟ دائما عندي هذه الطريقة عندي هذه النظام الإلكتروني أمر سهل أنه أنا كل واحد عنده جهاز الإلكتروني كل واحد عنده تلفون عنده التاب يقدر من هذه الأمور أنه يدخل يقدم مذكرته يكتبه ويطرشه كل واحد أعتقد عنده موجود سواء من المحامين أو غير المحامين لكن الحضور الفعلي في الجلسات لا زال في حضور عندنا لكن هناك خطة موضوعة من أول مصارت عندنا الإجراءات الخاصة بهذا المرض بأن تم تقليل عدد الجلسات تم تقليل عدد الأطراف الحاضرين في القاعة نفسها أصبح لا يتجاوز الخمسة أشخاص على أساس أنه لا يكون باعتباره كمكان عام ويدخل فيه أكثر من خمسة أشخاص تقليلا من الازدحام والتخالط تحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي بالضبط نعم وبالإضافة إلى أن هذه الأعداد كلما قللتها كلما الناس وصل لها الوعي أكثر بأن نعم يصير أن الأعداد أقل عندي في فترة من الفترات وقفت المحاكم عندنا تقريبا نقول 95% منه وقف اللي يبقى الخمسة فالمية منها محكمة الأمور المستعجلة سواء في المدنية أو الشرعية لأن طبيعة هذه الدعاوة أنه لا يمكن أن توقف في أمور مستعدة لا يمكن أن نحن نأجلها ولو يوم واحد فصارت هذه المحاكم تعمل لكن كذلك بأعداد قليلة و بتباعد اجتماعي و بالنسبة للمحبوسين كان في لهم جلسات لكن أمور قليلة الأمور الضرورية فقط لا غير كل ذلك على أساس أنه لا يكون في تجمع لا يكون في أعداد غفيرة موجودة مثل ما تفضلت في البداية أن عندنا آلاف تحضر في جميع هذه المواد نعم اليوم سلام كالله التقاضي الألكتروني شمل مختلف إجراءات القضاء و مختلف أنواع القضايا على اختلافها نعم حاليا هناك تحول من ورقي إلى ألكتروني و هناك نظام تقاضي عن بعد وهو التحول من الورقي إلى الألكتروني تقريبا من بداية شهر أبرل أصبحت القضايا تقدم إلكترونية لا يوجد أي دعوة ورقية تقدم فهذه صارت التحول عندنا من التحول الورقي إلى الإلكتروني فأصبحت جميع الدعاوة المدنية العمالية التجارية بجميع أنواعها في المدنية و كذلك حتى الشرعية نعم يبقى عندنا الدعاوة الجنائية الدعاوة الجنائية تقدم من النيابة العامة بعد ما يتم التحقيق فيها وتحال إلى المحاكم كذلك تحال عن طريق نظام الإلكتروني أصبحت فالورقي رح يظل ورقي لكن رح يمشي في آلية أن يكون عن طريق النظام الإلكتروني عن طريق عمل سكان هذا بالنسبة القديم بالضبط بالنسبة القضايا على أساس أن نترك الورقي ككل بإذن الله بإذن الله الورقي ككل لكن التقاضية عن بعد في دعاوة ودعاوة لكن شوية شوية إن شاء الله نلقى إلى ونوصل إلى النهاية بإذن الله بإذن الله يعني مع انتهاء إن شاء الله هذه التجربة أعتقد تكون البحرية من أول الدول في المنطقة التي تحولت إلى التقاضي الألكتروني في كثير من الأمور تحولها الألكتروني وائد أسهل مثل بعض الإجراءات في المرور عندهم في جهات ثانية في بنايات في أشياء كثيرة لكن التقاضي كنا ننظر لنا هذه مسألة شوية فيها من التعقيد لأن فيها حقوق ناس فيها عدل فيها مصير ناس فيها شهول وفيها قضاء وفيها استماع وفيها أخذ وعطاء ودعاوي كنا نعتقد العملية الصعبة وقد تكون بعيدة ولكن الله الحمد يعني نشوفها تحققت على أرض الواقع يعطيكم ألعب عافية الله يعافي شكرا لك وعلى حضورك سعالة القاضي راشد الصحاف وكيل المحكمة المدنية الكبرى شرف نحضورك شرف فيك شكرا لك يعطيك العافية الله يعافي إذن مشاهدين الكرامة التوسع بمشروعات التحول الإلكتروني تهدف مثل ما قلنا إلى مواكبة التطور الرقمي الذي تشده مملكة البحرين وتحقيق متطلبات رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي ترتكز على مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة وذلك انطلاقا من الحرص على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وزيادة جودتها ورفع كفاءة الأداء شكرا لكم المتابعة الله يحفظكم وفي أمان الله اشتركوا في القناة